موضوع خطير ومزلزل إخواني أخوتي بخصوص القاضية دياليوتيوب القاضية دياليوتيوب إخواني أخوتي اللي كتبرأ اللي بغات وكتدين اللي بغات ولي كتمدل المتابعين جالها بمعلومات من داخل المحكمة معلومات إخواني أخوتي خاصة بالميلف كتتصربهم وكتتكلم عليهم في القناة ديالها وكتقول بالفم المليان على أن الدفاع هيئة الدفاع المحامية الرغاني اللي كتمدها بهذه المعلومات باش كتخرج هي كتقولهم في القناة ديالها وما عندها صلة قرابة لا مع سعاد ولا مع خميرة ولا مع أسرة مغربية صاحبة قناة على اليوتيوب كتتوصل بمعلومات خاصة سرية الميلف إخواني أخوتي كتطلع في القناة ديالها وما كين عجيب يفموا قول إخواني أخوتي مكين غاز زلزيل والقنابيل خوتي وحبابي سلام الله عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد الفيديو وانتم فيه تمام الصحة والعافية بغيتكم تفرقوا لي هاد الفيديو بالليكات والبارتاج وكترو التعليق ضوبلوا التعليق إخواني أخوتي هاد اللخراليك هاد اللخراليك هي القاضية دياليوتيوب القاضية دياليوتيوب سيري بني حبيبتي محكامة ديري كوميسارية وقضي الغرض لأن التوصل سريوي لشفر نصاب كتفهمهم زيال في الحكيم كتعرفوا تحكموا تبرقوا اللي بغيتوا الدينوا اللي بغيتوا والله العلي العظيم إلى التفلسيف اللي فيك إلى غى صيفتك الغبق إلى غى صيفتك الغبق ديري البراسلييات هاذا تفلسيف اللي فيك جتائر ربحة حبيبتي جتائر ربحة لأنه بالفمدي اخواني أخوتي كتشهد على راسك فقط عارفوا تشوفوا الكلاء هذا المشكلة هذا القادسة يحمق البشار وابلد ما يقنعش والقناعة ما يقنعش وابي ما رزقش هذا البشار القناعة سافي قنعي بدك الشيء اللي أعطاك الله وابديت تغرق يا مسخورت الوالدي انت جتة الربحة انت جتة الربحة دابا الحبيبي صامت قلت لي يا بعد الديس ينادي عشتوا الخير وتشرقوا عينيكم ويقولوا هانا سزمان اللي ما عش في الخير كي تنزف قبة الحمام جابت الربحة اخواني اخوتي دكت فلسيف اللي فيها ودك ارى نواعره وانا كنفهم في كل شيء ما عندك شواهيد حبيبتي ما قريتيك الناس كونها قريتي بعدها ودرتي محامية خدمتي في مهنة المحامات وجيتي حاميتي على سعاد ماشي كتتحامي عليها بلا شواهيد بلا قرايا بلا ضرايا ممسكوا ولا الصقعة موالوا على اليوتيوب وتقعد تسرب في المعلومات وتسرب في سرية الملف اخواني اخوتي وكتقول بانا هيئة الدفاع الرجاني اللي كتمدني بالمعلومات وكتطلع بوجهك حمر وتقولي السيدة اللي كتهديها وكتراه بيها وتراع بي فيها لوبنا لوبنا السريعة اخواني اخوتي كتراه بي في السيدة وكتقولي لا انا بغيت نورتك ونصيفتك للحبس انا بغيت نورتك ونصيفتك للحبس وانتي كتورطي على راسك ها؟ واش عارفة راسك انك كتورطي راسك؟ واش عارفة راسك انك كتحفري الحفرة وتحتي فيها؟ واش عرفتي راسك انك جدتي الربحة؟ اللي كتقولي انني انا كتمدني بالمعلومات هيئة الدفاع الروغاني وانتي ما عندكش علاقة من قريب ولا من بعيد السعاد ولا الزامرة ولا اسرة مغربية ما كتجيهمش وما عندك صلة قربة معهم اللي غتعطيك هاد السيدة المحامية المعلومات غتتمدك بالمعلومات باش انتي تطلعي في قناتك في اليوتيوب وتقلسي عجيبية ها؟ يعني انتي جبدتي الصداع على المحامية جبدتي المشاكل على المحامية اللي هاد المحامية كتقولي غادي تنوت ترفع شيكاية بلوبنا لانها كتقول انها مع العصابة لانه انتم مع عصابة وحاجة طبيعية مني غتشوف لوبنا السريعة اللي هي طرف القضية عندها مشكل مع الطرف الاخر واللي هاد الميلف كيخصهم هما بجوج مني غتشوف المعلومات كتتسرب لواحد القنات في اليوتيوب اللي كيتعتبروا هاد القنوات هاد الربعة اخواني اخواتي العصابة ديه اليوتيوب مني اني غتشوف المعلومات سرية الميلف عند واحد القنات كتخرج بيها واتباهوا تقول لك را عطيها لي هاي الدفاع المحامية الروقاني اللي عطياني هاد المعلومات باش نمد بهم المتابعين ها باش من حق هاد المحامية غتعطيك المعلومات ورا حاجة طبيعية مني اللوبنا اللي هي طرف الميلف غتشوف الميلف كيتسرب والمعلومات سرية الميلف كتتسرب لعند واحد القنات ديه اليوتيوب اللي كتعتبر عصابة مع العصابة الكبيرة اخواني اخواتي اكد را غتقول لهم مع المحامية معاكم كيفاش هاد المحامية غتعطيكم اخير الاخبار وانتو ما ما عندكم تشي صيلة قرابة مع الاطراف بجوجهم اللي عندهم مشكلة في القضاء يعني هاد المحامية غتجبض على راسها المشاكل منين غتوصل القضية للقضاء منين كتقول هاد القاضية ديه اليوتيوب منين كتقول هاد القاضية ديه اليوتيوب اللي عندك كل ثقة في النفس كتقول لك انها ورطات لوبنا وانها كتخرجها باش تغلط في القناة ديالها وغتصيفتها للحبس وان المحامية غتنوط تدير الشيكاية غتنوط شكيب لوبنا لانها قالت لها انها رها منين كتمدهم بالمعلومات يعني رها معاكم يعني رها معاكم هاد شي اللي قالت لوبنا اخواني اخواتي كتهدد لوبنا السريع على ان المحامية غتنوط تدير بها شكاية لانها تهمتها لانها مع العصابة ماشيش انت يا المحامية مني غتنوط شكي غتدير واحد شكاية بلوبنا ولوبنا عندها الحق انها تقول لهاد المحامية بصيفة هاد السيدة شكونة هي هاد القاضية ديه اليوتيوب بصيفتها شكون اللي كتصرب معلومات الملف في اليوتيوب اللي ما عندها تشي علاقة لا بأسرة مغربية ولا بسعاد ولا بالعائلة ديه السعاد ما عندها تشي علاقة بهم لا هي اختهم لا هي جداهم لا هي امهم لا هي بنتهم تشي علاقة قرابة صيلة قرابة ما كتجمعهم مع بضياتهم لا معها الطرف ولا معها الطرف الاخر باش من صيفة كتاخد هاد القاضية ديه اليوتيوب المعلومات سرية البحث كتكشفها في القناة ديالها سرية المحاكمة كتوصلها هي اللولة خرجت على انه البنت عشرة ديالسانتيم ونمع في حداشر سانتيم خرجت كتقول على انه البنت حداشر سانتيم وكتقول لك انا اتحمله كاملة مسؤوليتي على ما اقول لانه هي اتدفاع اللي مداتني بهاد المعلومات كيفاش هاد المحامية غتمد هاد السيدة بهاد المعلومات على انه البنت رالقه عنده حداشر سانتيم حداشر سانتيم شكون مده بهاد الخبرة اخواني اخواتي شكون اللي عنده الحق انه يمد واحد القناة في اليوتيوب اللي ما عنده تشي صيلة قرابة مع الاطراف بجوج بهااد السريات ديال الميلف و بهااد المعلومات الخاطيرة جدا الممنوع لانها تتصرب لأين كان ممنوع لهااد المعلومات تتصرب لأين كان فكون غير خرجت هذه المعلومات الأم ديالها؟ الأم ديالها اللي نقوله خرجت هذه المعلومات وخرجت بلسانها كتقولهم؟ ها؟ أنا قد نقوله رأهمها دير الشوها وغد تحاسب عليها لأن هذا الشي ممنوع أنه يخرج للعلن هذه سرية الملف شكون ما كان يكون ممنوع لي أنه يخرج هذه المعلومات إخواني أخواتي ولكن هاد الأم هادي ما خرجت شو قالت هاد شي في العلن؟ كتخرج به هاد القناة هاد القاضية ديال اليوتوب إخواني أخواتي اللي كتخرج به في القناة ديالها ها؟ وكتصرح بالسانة لأنه هيئة الدفاع المحامية اللي كتمدها به هاد المعلومات وبهاد سرية الملف إخواني أخواتي فإذا إلا هاد المحامية مش هاد تشكات بلوبنا فلوبنا عندها حق أنها توقف هاد المحامية وتقول لها شنو سبب اللي خلق تقولي لهاد السيدة المعلومات ديال الملف ديال الملف لا يديك لا يخليك إخواني أخواتي فواش هاد المحامية ما كتشوفش على أنه هاد السيدة هادي كتتكلم بالاسم ديال ها؟ واش ما كتشوفش هاد السيدة المحامية على أنه هاد قاضية اليوتوب كتخرج معلومات ديال الملف واللي ممكن أنها ترجع ضد المحامية إلى وصل هاد الشيء للقضاء إخواني أخواتي وممكن على أنه الطرف الآخر ديال أسرة مغربية ممكن أنه يتقدم شكاية ممكن أنه يتقدم شكاية وهاد الشيء اللي غنتكلم عليه اليوم فهد الحلقة إخواني أخواتي القضية وصلات القضاء جوج ديال المحاميين إخواني أخواتي فهاد الموضوع رفعو الشيكايات بهاد صاحبة القناة اليوتوبية إخواني أخواتي هاد قاضية اليوتوب اللي كتسرب معلومات من داخل المحكمة وكتوسخ صمعة ديال المحامات لأن المحامي ما كيفضحش الموكل دياله لأن المحامي كيحفظ سرية الملف ولكن فهاد القضية بالضبط كنشوفه في ضيحة بقالاقيل قاعدة كشي اللي كيوقع في المحكمة قاعدة كشي اللي كيوقع في التحقيق قاعدة كشي اللي كيوقع في الجلسة كيخرج في القناة ديال هاد القاضية ديال اليوتوب فهاد السيدة اللي عندك هام يلتقى في النفس وكتقول لك على أنه هيئة الدفاع المحامية اللي كتمدني بهاد المعلومات هادو ها بغينا توضيح من هاد المحامية بغينا توضيح بغينا توضيح من هاد المحامية إخواني أخواتي والقضية اليوم أصبحت بيت القضاء جوج ديال المحاميين إخواني أخواتي اللي دخلوا على الخط جمعوا الفيديوهات المقاطع ديال هاد صاحبة القناة القاضية ديال يوتيوب إخواني أخواتي دائما نقول لكم تمخصكم عم حكامة بنيوه وتبنيوكم سرية بنيو حبس ودخلوا هذا برقوه هذا دينوه هذا عدموه هذا حبسوه حتى تبارك الله عليكم عندكم عندك شي ديال حكيم لا لا أدهاويأدود أدهاويأدود عدا صافعة توقلوا على الله أه؟ عدا توقلوا على الله إخواني أخواتي المقاطع ديالفيديوهات ديال تجمعوا كاملين جمعهم كاملين هاد المحاميين بشوج اللي دخلوا على الخط وتقدموا بهم في شكايات إخواني أخواتي ثمانية ديالقناوات يوتيوبية اللي تقدموا في حقهم بشكايات كل واحد بالشكاية دياله ماشي كل شي جملة في شكاية وحدة كل هوا الشكاية دياله باش تفعل على وجه السرعة إخواني أخواتي لأن هاد أسرة مغربية إخواني أخواتي ولو عايشين تحت وحد تهديد اللي هو كبير بزاف ولو خايفين واش الناس كي كلهم لقاء في وسط المحكمة في وسط المحكمة إخواني أخواتي واللي الملف عنده واحد سرية كبيرة اللي مايمكنش المعلومات يخرجوا بيهم واللي هوا أصحاب الشأن وكيقول لك ما نقدرش أنني نتكلم لأنه قالوا لي ما خاصكش الدوي هاد شي ما خاصوش يتقال وكيصبحوا الصبح كيلقوا هاد شي كل واللي هوا موصوهم باش مايتقالش في القناة ديالهم أو لا في القناوات ديالهم كيصبحوا كيلقوا عند القاضية ديال اليوتيوب قاسك تخرج فيه في القناة ديالها وكيقول لك أتحمل كاملة مسؤوليتي هيئة الدفاع ديال سعاد اللي أعطاتني المعلومات وأنني باش نخرجهم في القناة ديالي يعني جبت تصدع للمحامية يعني بغيتي تصيفتي المحامية ترانسفير يعني بغيتي تحيلي المحامية على مجلس تأديبي بغيتي تصيفتي المحامية على خريماتها اللي خدمت قاضايا كبارين بغيتي تسوقريها وبغيتي تخرج عليها لأنه نبالية واقلة مستحيل واش كتشوف هاد شي لأن السيدة قلبنا ما عندها قناة في اليوتيوب ما عندها صفحة في الانستغرام ما عندها صفحة ديالفيسبوك السيدة قدمة غير في المحكامة وكتبان في القناة التانية يعني السيدة وقتها عامر نهارها كله عامر ما عندهاش الوقت أنها تشوف مواقع التواصل الاجتماعي والسيدة منين غادي تلقى ذك الشي اللي ضار بينها وبين القضاء في المحاكم وتلقى ذك الشي اللي وقع بينها وبين البوليس في المحاكم تلقاه في مواقع التواصل الاجتماعي ورا هاد شي رأم خطير جدا إخواني أخواتي منين كتقول يا صاحبة القناة اليوتوبية القاضية دياليوتوب على أنك خرجت على لوبنا وغا تصيفطيها للحفز وعينيك في لوبنا مش عينيك في بوكريشا بوكريشا عينيك في الرجلين وانتي كتخرجي لوبنا باش أنها تغلط في القناة ديالة بس صيفطيها للحفز فكان قوليك جيتي تفرقعيها في وجه لوبنا تفرقعات في كمارتك تفرقعات في وجهك جت يا ربحة يا حبيبتي يا غزالتي عا قطعتي الواد ونشفورج ليك وعا تصنتي وعا تفرجيها ميمتي عا تصنتي وعا تفرجيها ميمتي جت يا ربحة عايشك عايشك عارق بيلينا المحاميات دير شيكا يا بلوبنا تكردا وعا تكردا لا در تفيني هات الخير لا در تفيني هات الخير عا قولي المحاميات دير شيكا يا بلوبنا باش احنا النيت نوقفو البيضة في الطاس ونعرفو باش منصيفة كتاخدي المعلومات سرية الملف من عندها سيدة المحامية وكتخرجي بها في القناة ديالك اليوتوبية اخواني اخوتي ببارتاجي وهذا الفيديو كترو التعاليق كترو اللايكات اخواني اخوتي لنا عودة في الموضوع بعد قليل خليتكم راح تدوزوا بخير والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة